وبالنسبة للتدابير الجديدة التي تم اتخاذها بالأمس في تنصيق جيكو التي أقرته الحكومة بالأمس هذه القوانين الجديدة مرقبة مشددة عمل أكثر تجديدا في ضوابط سفايجية الأسبوع المقبل الالتزام بالمراقبة في البايع بالتجزئة في نقاط التفاعل على سبيل المثال عند المدخل أو عند الدفع من 11 يناير على جميع السلطات التحقق من إجراءات كورونا كجزء من أنشطتها حضر الدخول مؤقت في حالة انتهاكات الجسيمة لإجراءات كورونا من 3 فبراير وأيضا زيادة العقوبات من 3 فبراير أما بما يخص الحجر الصحي في المستقبل لن يكون هناك نقطة اتصال كاينز وكا تسفاي ولكن مجرد شخص اتصال في المستقبل لن تكون مسؤول اتصال إذا تم تحصينك بتلات مرات أو يرتدي جميع المعنيين قناع FFBتسفاي وهذا ينطبق أيضا على الأطفال الذين لا يستطيعون تعزيز أنفسهم يمكن لجميع الأشخاص الذين يمكن الاتصال بهم اختبار أنفسهم باستخدام PCR في اليوم الخامس ويمكن للأشخاص الاتصال في البنية التحتية الحيوية الاستمرار في العمل باختبار يومي وقناع FFBتسفاي ويمكن للأشخاص الذين ثابتت إصابتهم بالفحص من اليوم الخامس فصاعدا أما بما يخص تدابير الحماية فقناع FFBتسفاي أيضا في الهواء الطلق حيث لا يمكن الوصول إلى مسافة 2 متر على سبيل المثال في مناطق المشاه وقوائم الانتظار والتجمعات وما إلا ذلك باستثناء أقرب الأقارب من الشركاء والأطفال يمكن للولايات الفيدرالية أيضا أن تجعل ارتداء القناع الزاميا في الأماكن التي يتردد عليها الكثير وحيثما أمكن يمكن أن يصبح المكتب المنزلي هو القاعدة وليس الاتثناء ومن هناك يمكن التواصل مع الشركاء الاجتماعيين وصلاحية جريم باست تم تخفضها إلى 6 أشهر من 1 فبراير